بسم الله الرحمن الرحيم معكم أميرا عبد الموقع asagenius.com النهاردة هنتكلم إزاي نسرع متصفح جوجل كروم عشر أضعاف زيادة مكان يعني إيه؟ طبعا كلنا نعرف اللي جوجل كروم هو الأول على العالم رسميا وجوجل كروم هو الأسرع جوجل كروم هو الأأمن ولكن في بعض العيوب والمشاكل في جوجل كروم اللي هو لما تيجي تفتح أكتر من موقع أو أكتر من new tabs بيحصل تشنج في الموقع على العكس لما تكون فتح موقع واحد بس يعني إحنا دلوقتي هنجرب افتح موقع واحد بس واشتغل على جوجل كروم وافتح مثلا عشر مواقع تانية وشغل جوجل كروم هتلاقي طبعا لما تشتغل على موقع واحد بيكون أسرع بكتير لما تشتغل على العشرة طبعا دي مشكلة كبيرة جدا وبتقابل الناس كتير وبتقابل نانو شخصية وعشان كده النهاردة جيت لكم موضوع إزاي تسرع جوجل كروم عشر أضعاف الأول وكمان ممكن تفتح أي موقع أنت عايزه مهما كان قبل ما نبدأ الشرح لازم نعرف أو نفهم ليه جوجل كروم بيكون بطيئ لما تيجي تفتح أكتر من موقع مثلا إحنا لو جبنا البروسيسنج اللي عندنا وجبنا البروسيسنج هنلاحظ أن جوجل كروم واخد حيز كبير جدا من الرام والمموري اللي موجود في الرام نلاحظ أن كل رام أو كل بروسيس من دول ليه خاصية لوحده أو ليه مساحة لوحده من الرام طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض أنا فاتح أكثر من موقع عشان كده كل موقع واحد آآ بروسيس معين بروسيس معين ويه رام معين غير التاني طبعا على حسب آآ حجم الموقع عكس يعني لو لاحظنا هنا واخد واحد بس مهما كان تابس انت بتفتحه أو مهما كان الموقع انت بتفتحه تماما ازاي بقى نسرع جوجل كروم ده الموقع بتاعنا العب كري هتلاقي تحت الفيديو على اليوتيوب وتحت الموضوع بتاعنا في زاجينيس دوت كوم آآ هتلاقي لينك هتدخل على اللينك ده ده الاضافة بتاعتنا آآ الاضافة دي بتعمل حاجة جميلة جداً اللي هي بتعطل بعد لو انت بسا مش هتستخدمه يعني مثلاً انا فتح مواقع كتير في مواقع طبعاً مش هستخدمها الموقع بس اللي انا داخل عليه هو اللي يشتغل والباقي كل يوقع فبيخل البورسسنج بتاع جوجل كروم على تاب واحد مهما كنت شغال من المتصفحات او المواقع تماماً هندوس على ادتو كروم او للعربي اضافة الى آآ كروم وهنزل الاضافة بعد ما ينزل الاضافة هيقول تمام ندخل على الاضافة دي ازاي زي ما احنا ملاحظين شكل الايكون بتاع الاضافة موجود في التسك او التول برده هندوس عليه ونعمل تمام هنا آآ لوح هتحكم المواقع آآ في دي بيكون المواقع آآ اللي احنا آآ مش عايزين يعني مش عايزين اللي هي تتقفى مثلاً عندي انجربة دلوقتي مسلاً هنعمل وهنعمل يعني بعد خمس دقيق بالزبط كل الموقع دي هتقفل مع عدد الموقع اللي انا واقف فيه مسلاً الموقع بتاعي هنلاحز مع بعض خمس دقيق ونرجع تاني آآ زي ما احنا ملاحظين مع بعض لو جينا مسلاً دخلنا بعد خمس دقيق بالزبط على الموقع هنلاحز ان الموقع آآ اتقفل آآ يعني آآ ما تيدرش اللي انت تخش عليه تمام طب ده لي ده لان الاداة دي بتعمل آآ واقف للموقع اللي انت بتستخدمهاش بعد خمس دقيق يعني انا شغال على الموقع ده خمس دقيق بالزبط كل الموقع التاني هتقفل طب واحد يقول لي طيب فيه مسلاً الموقع تاني انا عايزه اعمل ايه ده سؤال حلو جدا آآ زي ما احنا شايفين مع بعض هنا لو انت عايز تخش على الموقع بطريقة عدية يعني تفتحه وتعمل تاني هتدوس على اسم الموقع من فوق زي ما احنا شايفين مع بعض كروم ويب ستور هندوس على اسم الموقع من فوق اما لو انت عايز الموقع ده يفضل مفتوح هتعمل كروم آآ دوت جوجل آآ دوت كوم ده اللي انا حطه في البلاك ليست او مسلاً تكتب دابي 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 دوت مسلاً فيسبوك دوت كوم طبعاً لان في ناس كتير آآ تبقى شغالة على الفيسبوك فهت انت مجرد اللي هتكتب دابي دابي دوت فيسبوك دوت كوم آآ لما تدخل على فيسبوك ولو كنت على موقع تاني مش هيقفل بكده لو كنت سرعنا جوجل كروم وهتلاقي سرعة غير عادية آآ في جوجل كروم آآ وبازن الله نتقابل في موضوع تاني مع العقاري زاجينياس دوت كوم آآ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل لايك للموضوع وشير بحيث ان يستفاد غيرك من الموضوع ده شكراً